أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دولار أمريكي هو الثمن الذي دفعته شركة ريبابلي كريلم في نيويورك كما أعلنت قبل أيام لإجراء رقعة أرض ليس لها وجود على أرضنا بل في فضاءات العالم الافتراضية عبر The Soundbox وهي منصة تتيح دخول عالم متافيرس الذي يمكن للمشاركين فيه عيش حياة موازية يتفاعلون فيها بشكل يحاكي حياتنا في العالم الحقيقي على الموقع المنافس ديسترالاند أنفقت الشركة الكندية توكنز دوت كوم المتخصصة في العملات المشفرة مليونين وأربعمائة ألف دولار في نوفمبر على شراء عقار في حي فاشن ستريت الافتراضية تقول أنها تعتزم تحويله إلى وجهة للمتاجر الافتراضية للمجموعات الفاخرة وقد جاءت تلك الصفقة بعد أيام على إعلان دولة بربادوس الكاريبية الصغيرة أنها تعتزم إنشاء سفارة في الميتافيرس التي يصفها البعض بأنها مستقبل الانترنت أرقام تعكس الاهتمام المتزايد بالميتافيرس لسيما بعدما أعلنت فيسبوك في اكتوبر الماضي عن قرارها جعل هذه الفكرة مشروعها الجديد حتى أنها ذهبت أبعد من ذلك بإطلاق تسمية ميتا على شركتها الأم هذا وأظهرت قاعدة بيانات العملات المشفرة داب أن أكثر من 100 مليون دولار أنفقت خلال الأسبوع الفائت على مشتريات العقارات الافتراضية عبر مواقع الميتافيرس الرئيسية حيث بات الكثيرون ينظرون إلى الأراضي الافتراضية على أنها لا تقل شأنا عن العقارات والسلع في العالم الحقيقية وهي تعتبر فرصة استثمارية حقيقية ينضم إلينا من واشنطن عبر سكايب مارك كوروم أستاذ الحوكمة والسياسة العامة في جامعة جورجتاون ومع من يوم مكشيكو غيري هوف بارو أستاذ ديبلوماسيات التمويل الدولي في جامعة جورجتاون أهلا بكم أستاذ غيري ماذا يجري؟ بداية أفهم شيء لربما ويختلط علينا جميعا عندما نتحدث عن العالم الافتراضي هل هناك عالم واحد افتراضي؟ نتحدث عن الكرة الأرضية هناك كرة أرضية واحدة ولكن العالم الافتراضي هو عالم افتراضي واحد أم أن هناك أكثر من عالم افتراضي يمكن فيه شراء أرض عبر شركة معينة يمكنك عبر هذا العالم شراء لربما شيء آخر عبر مصدر أو منفذ آخر هذا مربك نعم هذا مربك من دون شك هناك أكثر من عالم افتراضي عندما نفكر مثلا بالفضاء الحين نتكلم أيضا عن فضاءات كثيرة وهذا ينسحب أيضا على العالم الافتراضي الميتافيرز وهنا في هذه الفترة لدينا ظروف مالية استثنائية لدينا أسعار فائدة سلبية في دول كثيرة بما فيه في الولايات المتحدة الأمريكية فالناس يريدون استثمارات بديلة مما يؤدي إلى زيادة هذه العقارات الافتراضية التي يكثر الكلام عنها اليوم وهذا يعتبر أيضا مهما للكثيرين وفيه أيضا بعد النواحي من طبيض الأموال ودول ككوريا الشمالية مثلا ستلعب دورا مهما في هذا المجال فهناك الكثير من الاستثمارات واستعمال الأموال في هذا الفضاء الافتراضي وهو برأيي يعكس الظروف المالية الاستثنائية في أمريكا في أوروبا وفي اليابان ما رأيك أستاذ مارك حضرتك أستاذ في الحوكمة والسياسة هل العالم الافتراضي بحاجة إلى حكومة افتراضية أم سيتم التقاضي في العالم الحقيقي العالم الافتراضي للنقد الافتراضي سيحتاج إلى تدخل الحكومات العملات الافتراضية تطورت إلى حد كبير وهناك أسواق تصل إلى سلاسة تريليونات دولار وكل ذلك من دون سيطرة الحكومات وذلك طبعا يقلق الحكومات بما فيه الحكومة الأمريكية ووزارة الخزانات جانيت تيالن أعربت أيضا عن تشكيكها فيما يتعلق بالعملة المشفرة وكل ذلك طبعا لا يخطع لأي تنظيمات ويخرج عن المنظومة المصرفية العادية وفيه الكثير من الفساد ويسمحه أيضا بالإتجار بالسلاح والمخدرات وغيره وهناك تأثيرات كبيرة أيضا على البيئة وهناك إمكانيات للتهرب الضرائب لأن الناس يقومون ببيع الأصول من دون دفع أي ضرائب فهنا طبعا الحكومات ستهتم في التدخل في هذا المجال ولكن حتى الآن لا يعرفون كيف يعملون على تنظيم هذه العملات المشفرة ولكن ذلك برأيي سيحصل وعما قريب ولكن ألا ترى أستاذ مارك بأن هذا جزء يسير فقط من المستقبل فيما يتعلق بالعالم الافتراضي وأرى أنك تشنه هجوما لربما قويا على قضية العملات الرقمية شهدنا قبل أسبوع من الآن جلسة استماع في مجلس النواب لستة أو لربما أكثر حتى من رؤسات تنفيذيين وممثليهم من المنصات والمنصات التي تتداول بالعملات الرقمية هنا في الولايات المتحدة ويبدو أن هناك شوطا كبيرا يتم قطعه من الاهتمام في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن تحديدا الآن ألا تعتقد بأنه بدأ يأخذ مكانا في الحكومة الآن أم لا أو بداخل استراتيجية الحكومة المستقبلية لأنه وصل إلى دائرة التشريع الآن نعم هذا الجزء من الاقتصاد ينمو بسرعة يصل إلى تريليونات الدولارات الحكومة الأمريكية وحكومات أخرى لا تعرف تماما كيف تتعامل مع هذه العملة هي عملة مثلا قانونية في السلبادور ولكن ليس في أمريكا المشكلة هي أن المنظمين لا يكتبوا القوانين المشرع هو الكونغرس والكونغرس لا يفهم ما هي هذه العملة المشفرة لا أعضاء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ولا العاملين لديهم لأن هذه الأمور معقدة وبالتالي يصعب اتخاذ قوانين مسؤولة تحافظ على مصالح المواطنين وبالتالي أتوقع أيضا أن تكون مهمة المشرعين صعبة المنظمون هم أكثر فهما لما يحصل وبالتالي ربما المهمة أفضل على مستوى التنظيم وأعتقد أننا سنرى تنسيما وقوانين طيب برأيك اليوم أستاذ قاري معروف من الذي يقف خلف إنشاء هذا العالم الافتراضي بهذا الشكل الآن هل تعرف الولايات المتحدة هل تعرف الحكومات من المستفيد الأول من إنشاء هذا العالم الآن ومن الذي يقف خلف عمليات البيع اليوم دعنا نقول من الذي يملك الأرض حتى يبيعها افتراضيا على سبيل المثال حتى الآن ليس لدينا المعلومات الكافية وهنا لابد لوكالة الأمن القومي أن تركز على هذه النواحي وأتوقع أنها تقوم بالكثير من الأبحاث حول العملات المشفرة وحول الصفقات المشفرة أيضا إلى حد كبير وأعتقد أن حتى وكالة الأمن القومي التي تعمل بسوريا لا تعرف كل شيء كل ما يتعلق بالعالم المشفر وشراء الأراضي الافتراضية أو العقارات الافتراضية أو غيره وكما قال البروفيسور هناك الكثير من طبيعي الأموال والتهرب الضريبي والنشاطات غير القانونية التي تحصل في هذا الفضاء الافتراضي هل يمكن اجتزاء ذلك أستاذ مارك إذا سمحت لي هل يمكن اجتزاء الجيد اليوم أن تستفيد منه الولايات المتحدة أيضا على الجانب الآخر هناك عملات صديقة للبيئة هناك توفير لربما لأن تكون بديلا بشكل أو بآخر عن العملات الحقيقية الآن ونحن في إطار الترند أو التوجه العالمي اليوم لمناخ أكثر أمنا وسلام هل يمكن الاجتزاء الجيد من هذا الفضاء الآن لإدخاله في إطار عمل الحكومة الأمريكية باختصار أقل من دقيقة نعم هناك تكنولوجيا أيضا تسهل السفقات وتسرعها وتعزز أمنها وهو أمر ممتاز نحن يمكننا أن لا نقوم سفقات مباشرة بين البائع والمشتري مثلا ولكن كيف نفعل ذلك بطريقة سهلة عبر العملة المشفرة لا نعرف حتى الآن لأن العملة المشفرة تحتاج إلى كهرباء وربما هذا أيضا يعادي البيئة الكثير يتعلق أيضا بالتأثير على البيئة كيف سيأثر ذلك على النظام الاقتصادي العالمي برأيك اليوم أستاذ جاري السؤالي أستاذ جاري عندما نقول بأن هناك شركة كبيرة قامت شهد اسمها على الشاشة الآن قامت بشراء قطعة أرض افتراضية بأكثر من أربعة ملايين دولار لماذا هل تساءل من قبل الدولة طبيعة الشكوك هذه مؤسسة فاعلة ومصرح لها بالعمل الآن هل هناك مساءلة وكيف يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي حاليا لا أعتقد أن هذه الشركات أو الشركات الكبرى هي التي تقوم بالاستثمار في هذا المجال هناك بعض الشركات التي تريد أن تهرب أو تبيض الأموال أو تهرب الدرائب هي التي تمر عبر الإنترنت لأن هذا المجال أو عبر المجال الافتراضي لأنه غير منظم وللأسف كل ما رأيناه من نوع من الانفجار للعمرة المشفرة أو المشتريات المختلفة العقارية كل ما نراه هو أكثر يدخل في الإطار غير القانوني مما يدخل في الإطار القانوني السؤال ذاته لحضرتك أستاذ ماريك هل تعتقد أو هل ترى بأن هناك تأثيرا تداعيا على الاقتصاد العالمي إن كبرت مساحة ما يتم شرائه في هذا الفضاء نعم هذه الأموال في أي دولة في العالم تهرب من القانون وبالتالي تتوجه إلى النشاطات غير القانونية أو نحن نريد أن لا نشجع مبيع الأسلحة والاتجار بالبشر أو بالمخدرات لذلك يجدر أن تكون لدينا تنظيمات موحدة تتعلق بالعملة المشفرة لا بد للعملة المشفرة أن تعمل بطريقة قانونية عبر الاقتصاد القانوني وإلا سيكون هناك تأثير سلبي لا بد للحكومات أن تسيطر على هذه العملات لتستعمل بطريقة إيجابية وبطريقة أيضا تتجنب كل ما يتعلق بالإتجار غير القانون ولكن بخلاف التعدين نقطة الدخول إلى عالم العملات الرقمية هي نقطة قانونية ونقطة معروفة وهي البنوك والمؤسسات المصرفية يا أستاذ مارك اليوم إذن بالنهاية هناك ارتباط كبير قوي ومباشر مع هذه البنوك والمؤسسات المصرفية ألا يعتبر النظام المصرف العالمي هو من يملك القدرة على التحكم بنقطة الدخول الأساسية المشتري يقوم بالشراء عن طريق إيداع أمواله بالبنك ومن ثم تحويلها إلى المنصات الرقمية لا يمكن الشراء عبر وسيلة أخرى الآن هل تعتقد إلا إن كان هناك تحويل مباشر لعملات الرقمية مقابل بضاعي أخرى كما تفضلتم ولكن في الإطار القانوني البنك والمصارف هي المدخل الرئيسي الآن إلى أي مدى هذا مفيد؟ نعم العملة المشفرة الآن لا يدعمها أي شيء وبالتالي هي أصول تتعلق بمفهوم ما والقيمة هي ما يتصورها الناس ليس هناك من دعم مصرفي لأنها فقط عملة افتراضية كما نقول وبالتالي المخاطر كثيرة لذلك نريد أن يكون هناك نظام مصرفي للعملة المشفرة تسجل فيه السفقات على سبيل المثال إن كان هناك إداع في المصرف الطبيعي هناك تسجيل لهذه الودائع للسيطرة على تهريب الأموال ولكن العملة المشفرة ليس لديها أي نظام تخدع له ولذلك يسهل التعامل بهذه العملات التهرب وكل الأمور غير القانونية لذلك أيضا نرى هذه الفوضى المتعلقة بالعملة المشفرة وسنرى من سيفوز في نهاية المطاف أودا نشكر ضمامكم إلينا من واشنطر عبر سكايب مارك روم أستاذ الحكمة والسياسة العامة في جامعة جورجتاون شكرا لك من يوميكسيك وأيضا غاري هوف بارو أستاذ ديبلوماسيات التمويل الدولي في جامعة جورجتاون